أسبوع ويمكن بدايته كانت غير سعيدة لكل الجماهير المصرية سوى أبا الأهلي والزماني طبعا الناديين الكبار المشاركين فيه دوري الأبطال النهاردة منذ قليل يعني نتيجة تعتبر يعني مخيبة لأمال الأهلوية على أرضهم وبيلعبوا فريق سانداونز النادي الأهلي بيخسر على أرضه وسط جمهوره بنتيجة واحد سفر أمام سانداونز اللي يمكن قبل كده النادي الأهلي كتير من الأوقات كان متفوق بشكل كبير في الظل وجود مستر موسماني المدير الفني السابق لسانداونز والمدير الفني الحالي للنادي الأهلي وبالتالي خسارة للنادي الأهلي على أرضه على الجانب الآخر نادي الزمالك واللي يمكن كان مهم جدا الفوز على الوداد هي المباراة في المغرب وصعبة لكن كان مهم جدا الفوز عشان يخش فيه الجدول المجموعة بتاعته بشكل أفضل وحقق نتيجة أفضل وتلات لقاط مهمين بالنسبة لي نادي زمالك على أل كان التعادل يكون كويس لنادي زمالك لكن نادي زمالك بعد أن تقدم في بداية اللقاء بهدف لزيزو تأخر بعد ذلك بتلات أهداف وبيخسر هذا اللقاء أيضا نادي زمالك وما يبقاش قدام نادي زمالك غير الطريقة أو الفترة القادمة هو الفوز في التلات لقاءات المتبقية لنادي زمالك وبالتالي يعني يوم غير جيد بالنسبة لي ناديين الكبار الأهلي والزمالي خلينا نقول يمكن في بعض التغييرات حصلت في التشكيل بالنسبة للنادي الأهلي كانت غير متوقعة بالنسبة ليه النادي سواء بقى النادي الأهلي وطبعا بعض الأمور الخاصة باللعبين يعني كان متوقع أن أنت تبتدي بـ 4-2-3-1 لكن الرجل فضل أنه يرجع ليه 3-4-3 عدم موجود مثلا حسين الشحات من البداية اللي كان في الفترة اللي فاتت كان بيلعب بالشكل الطبيعي بتاعه وليبقى حسين موجود من البداية وده اللي حصل النهاردة أنه فيه بعض التغييرات فيه بعض الأمور اللي ممكن حصلت فيه التغييرات أثناء اللقاء بخروج محمد شريف اللي هو مفروض هدف الفريق حاجات كتير جدا أمامكم على الشاشة بعد أول رد فعل لإدارة نادي الزمالك بالهذه الأهديمة هو حالة كارترون للتحقيق واستبعاد كل من كابتن متحة عبدالهدي وأمير عزم جهد من الجهاز الفني في التوقيت الحالي وفي نفس الوقت إقاف مسحقات اللعبين والجهاز الفني والإداري واللعبين يعني احنا بنتكلم تقريبا الفريق كله تم إقاف مسحقاتهم لحين طبعا وقت آخر لكن زي ما أمامكم على الشاشة بعد الهزيمة وردود الأفعال بالنسبة لإدارة نادي الزمالك هو حالة كارترون للتحقيق وفي نفس الوقت استبعاد كل من كابتن متحة عبدالهدي وكابتن أمير عزم جهد من الجهاز ووقف كل مسحقات الجهاز الفني واللعبين والجهاز الطبي وكل الجهاز بالكامل من مسحقاتهم المالية يعني هنشوف الفترة اللي جاية إيه اللي هيحصل يمكن كان الماتش ده ممكن يكون فيصل بالنسبة لكارترون في التواجد داخل جدرون نادي الزمالك وهنشوف الفترة اللي جاية إيه اللي ممكن يحصل عشان يعني ما اتكلمش كتير في جزء خاص بقى بالفنيات والأمور الخاصة بالفنيات في المباراتين سوى الأهل والزمالك ويمتلك